موسيقى تعتبر الدوانية سما كويتية بامتياز وعلامة فارق البلاد نظرا إلى دورها البارز في الحياة الشعبية والسياسية والتكافل والتماسك الاجتماعي وعرفها الكويتين منذ 250 عام اليوم سنتكلم عن هذا التطور في الدوانية لكن من منظور آخر وهو العمراني مع ضيفنا فلسطيو المعماري بشار السالم حياك الله الله يحييك الله يتخليك نوارتنا أكيد في ستيديو مسائل الله يسميك وجودكم أستاذ بشار في البداية حابين نتكلم على الأهمية لشكلتها تطور الدوانية من الناحية المعمارية الدوانية طبعا تطورت مع وجود السكن الكويتي في المدينة القديمة ما كان فيه شيء يسمى دوانية بالأول كانت بيوت وكان فيها غرف يستضاف فيها الضيوف صحيح والبداية حتى كانت أكثر كانت الدتشة اللي نعرفها الحين حاليا الناس تقعد والضيوف يقعدون يتيمعون صار تطور أنه قاموا يدخلون داخل في البيت المسكن نفسه صار فيه ناس عندهم دواوين مشهورة أو شخصيات معينة في المجتمع فتتوافد لهم الضيوف صار في المجتمع حركة الدوانية نفسها فتطورت من أنها تكون دتشة إلى غرفة إلى مبنى قام يستقل إلى وجود الدوانية هذا في السابق نعم فبالفترة الأخيرة طبعا بعد ما صار تطوير على المدينة كلها كثير من المباني اللي موجودة في مدينة الكويت سابقا نشوفها لا زالت هي أساسا بيوت ومساكن تم تحويلها إلى دواوين لعوائل معروفة في منطقة شارق وجبلة وبعض المناطق في الكويت صحيح إذا بنتكلم أكثر على وين وصل فن العمارة في التصاميم الدوانية الكويتية حاليا نحن نحمد ربنا أن عندنا هالمباني أن نشوفها اليوم كمرجع لنا المباني القديمة التي صارت اليوم في شارق وجبلة صارت مرجع للدوانية وشكل الدواني الحديث لكن التطور صار للأسف للأسوأ وللأحسن الأسوأ أنه صارت مباني مشوهة لا تحمل الطابع الكويتي كون هاي مباني كان طلبها مختلف يعني الأول قلنا حووش وبيت وغرف وصار شكلها ودواوين شفناها بالمدينة القديمة لكن الدواوين حاليا صارت فيها تباهي صارت فيها مباني مختلفة حتى نظام البناء الخاص في الدوانية مختلف يعني الدوانية لها طابع خاص وليس مبنى حال حال السكني فأنظمة البناء فيها مختلفة لكن للأسف في بعضها اتجاه اتجاه آخر بس أعتوقع أن الناس قاعدة تشوف الدوامين الليديدة الغديمة وتأخذ منها بعض اللمسات أنها تحطها تشتقها إلى الدوان الليديدة صحيح يعني أحس أن الدوانية حالتها بالطابع القديم أكثر صح صح أنا أحب الحوش أحب الشندل أحب الباب الغديم الدرايش كلها اختفت للأسف الدواوين على أساس المسافة ما تكفي يعني احتاجات اختلفت من 20 سنة من 50 سنة مختلفة اليوم مختلفة لكن أتوقع العناصر هذه لازم تكون موجودة وهي تختص بالكويت بالمنطقة خاصة الدوانية موجودة تركها مباني في المنطقة كالخليج يعني شيء خاص ما تحصلين في دول عربية ما تحصلين في آسيا ولا أوروبا وبالخاصة بالكويت فالمبنى هذا توقع يختص في العمارة الكويتية فهذا شيء صراحي يفترض هنا أن الناس يهتم فيه بعناصر منك عن باب ولا تشندل ولا حتى الحوش والفناء الداخلي للمبنى صحيح أستاذ بشر في الفترة الأخيرة عملت العديد من المحاضرات على موضوع فن العمارة بشكل عام في جامعات خليجية كلمنا أكثر عن هذه المحاضرات التي قدمتها والله صارتها بصدفة قدمنا محاضرات خاصة في العمارة بلشنا فيها في ورش عمل معمارية نتكلم عن فنون العمارة التصميم مبادئ التصميم الناس فيها خلق بين التصميم والعمارة التصميم ترى يشمل أي شيء يشمل الأثاث السيارة الأزياء والعمارة شيء ثاني لكن اللي بلشنا فيه هو تثقيف المجتمع لأننا عندنا مشكلة ثقافة قليلة أو معدومة شب معدومة بالنسبة للعمارة نحن كمعمارين نعاني كثير مع العملة مع الناس مع طريقتهم فيه مشكلة تثقيف المجتمع تبلش بالبداية فنشونا دورات اللي هي بيسيك ديزان مبادئ التصميم ومنها الناس وقلنا نشوف ناس ما لهم علاقة في العمارة ولا التصميم يبدعون محامي محاسب يدخل عندي مدرس مدرسين ينتجون أمور تصميمية جميلة منها سمعوا يمكن إخواننا بالخليج ومنها من المملكة العربية السعودية تلقينا دعوة كريمة من جامعة الملك سعود وجامعة الأمير السلطان لإقامة هذه الورش العملية ولكتشورز مختصرة لفن العمارة نعم فكان هذا جزء من التوعية اللي نحن نقوم فيها يعتقد ولازم الكل يقوم فيها كمعماريين نعم مثل ما قلت أنه قد يكون جزء كبير من المجتمع ما عنده هذه الثقافة المعمارية وانت تحرص أن يكون عند كل مواطن على الأقل ولو شيء بسيط من المعلومات علشان يتقف في هذا الموضوع خاصة اللي مقبل على بناء بيت جديد صحيح كلمنا على هذه النقطة اليوم الوعي ترقام يسير بالإنستجرام والوسائل التواصل الاجتماعي ترق فرت الكثير يعني من عشر سنوات الواحد إذا كان يشوف مخطط ولا يشوف بيت ولا يشوف بيشبه شيء لازم يبحث لازم يشتري مجلة ولا كتاب يسافر عشان يشتريها اليوم المعلومة عندنا بالتليفون سواء من الانستجرام أو الوب بيجز كلها موجودة الواحد يقدر يتقف نفسه بنفسه لكن للأسف هم هذه صارت مضرة للمعمارين الناس تعطينا صور لا تموت لبيئتنا بصلة هذا سبب اللي سونا كمحاضرات اللي قمنا فيها في الكويت في المملكة العربية السعودية وجود النمط الخليجي لازم يكون موجود في العمارة اللي نصممها لازم نراعي الطقس لازم نراعي المجتمع فلما الواحد يريني صورة انستجرام شغلة في أوروبا لفابريكا ما رح تمشي معنا فصعبت علينا العملية من عشر سنوات كنا نسوي شيء ويقولك يالله هو المبارك خلص تصميم موادر الحديث اللي هو الحين لا إيك العميل عنده صور فهذه الوسائل هم يريد لها تثقيف الناس شلون يستخدمها شلون يستقل الصور شلون يبحث طريقة البحث ترى فن بروحها صح ممكن المواطن أو أي شخص حاب أنه يبني بيت العمر لكن ما عنده ثقافة معمارية شلون ممكن يثقف نفسه يقدر يدخل على تواصل بوسائل التواصل مثل انستجرام الصور ممكن يقرأ في كتب يقدر يطلبها وأكثر شيء أن الواحد يرى نفسه يرى بيته هين ساكن كل الناس عندها بيوت حالين ساكنة أسهل شيء أنا أقول لهم حتها في الدورات اخذ متر قيس الغرف اللي انت شوفها مرتاح فيها مثلا عند أهلي أقيس الغرف اللي أنا قاعد فيه بيتهلي كمساحات صالة وكعارة مطبخ غرفة طعام وحاول أطبقها في بيتي لأن هذا ارتحت منه كسكيل ولا نقلد نحن عندنا مشكلة كل من يقلد البيت الفلاني والمكان الفلاني اخذوا الاحتياجات اللي لا تنهيكم بالتالي على الميزانية أثناء الانشاء فهذه الاحتياجات تكون بالمتر بكل بساطة طيب أستاذ متى التقليد يكون خاطئ التقليد يكون خاطئ للأسف لما نقلد فلما قدشت أوروبا ولنقلد شيء نحن لا نرى الميزانية مشكلة اليابني في البيت اليوم لا ينظر إلى الميزانية وكثيرا المهندسين أيضا لا ينظروا إلى الميزانية الميزانية يجب أن تكون مدروسة من البداية أنا أتوقع الكثير من اليابني سيتعدى الميزانية 30% أو 50% صح صحيح طيب من ناحية الثقافة المعمارية لدى أي شخص حاب أنه يثقف من هذا الجانب في كذا طرف وكذا جانب يجب أن يكون لهم دور مهم نتكلم بداية على دور الإعلام شو ممكن يكون دور الإعلام مؤثر في هذا الجانب دور الإعلام مثل ما قلتكم الميديا برامج تلفزيونية تكون خاصة في العمارة الكتب معظم الكتب ترى انجليزية أنا عرضت قبل فترة كتاب في كتاب أو مجلة ألمانية تعرض المخططات نحن ترى عندنا ثقافة النحاسة شوية يعني كل المخططات ما تبين ما عندنا شيء واضح الأجانب الأوروبيين يحطوا لكل بيت ويحط المخطط ويحط المقاول ويحط المورد نحن ما عندنا ثقافة لازم تكون مفتوحة يفترض أن عندنا مثلا بالإعلام سواء مجلات أو كان تلفزيون معلومات أكثر تغذي الناس الناس يعانى تبي المعلومة اللي بيبني بيتها واللي بيسوي لشالة ولا اللي بيسوي حتى مكتب ما عنده المعلومات الكافية زي الأستاذي ليش هذه النحاسة أنا عجبتني الكلمة ليش النحاسة والله أخونا حاسة في المجتمع عامة احنا مو مجتمع نفتح المعلومة للكل دائما ترى يعني اللي دارس في أمريكا وفي الخارج يشوف اللي المعلومة توفرة المكتبات موجودة الجامعات إذا الواحد سأل الدكتور يوفي معاه نحن لدينا مشكلة رئيسية العلم عند الناس ويحتكر العلم حتى الموظف إذا داشت على أي وظيفة جديدة يحتكرون على التعليم هذا أعتقد مو بالعمارة هذا بالكل هذا بكافة المجالة بكافة المجالة فما بالكم في العمارة التي تهم الناس عيشتها سواء بيت أو مكتب أو مدرسة أو مستشفى اتهمنا فهذا النحاسة شوية مديش إن شاء الله نفتك منها وإذا كنت تكلم على دور الدولة في هذا الجانب الدولة أعتقد لها دور كبير في الجانب التعليمي الخاص في العمارة الدولة انشأت جامعة الكويت قبل 20 سنة مو أكثر من أكثر بحدود 20 سنة كلية العمارة في جامعة الكويت هذه شيء جديد صحيح وخرجت صراحة نخبة من الشباب والشابات اللي فعلا أبدعوا ونتائجهم وجودة اليوم نشوفها في المشاريع في الكويت في المطاعم القهاوي يعني شيء يفتخر فيه هذا كتعليم لكن اليوم عندنا الدولة دعم بعض الأنشطة الخارج التعليم وهي المسابقات نعم نحن في كيان ونقسم جزء من فريق عمل مشروع هلمة مسابقة هلمة للمنشآت الرياضية هي مدعومة من قبل الدولة من قبل ديوان لميري وعدة جهات صراحة ونعلننا عنها وهي مفتوحة للطلبة في جامعة الكويت وغير جامعة الكويت جميل وحديثين التخرج فهذه المسابقات وفيها مكافأة مجزية كبيرة حرم ما رح حط الرقم الان بس المكافأة فعلا تشجع أن الطلبة مو بس للمادة تشجعهم أن يقومون في التحدي ويسوون المسابقة هذه ويمكن تطلع لأن الإبداعات محلية هذا المتمحلة صراحة الدولة ماشاء الله فيها إبداعات نبي الكفاءات الكويتية تطلع أكثر كل شكر لك أستاذي على توجدك معنا اليوم كل مأخير أحب توجهها والله أنا أتمنى أن الشباب أن نستغلهم أكثر أنا ماشاء الله بأيتي هنا شفت المطاعم الموجودة في الكويت شيء رائع أتوقع أن نخرج وأن نطلع مواهب الكويت تطلعها إلى الخليج وإلى العالم فأتمنى أن نستغلهم أن يسو لنا مباني أكثر ما هي تكون قسم من الحضارة وقسم من تراث المعماري الكويتي صحيح كل شكر لك المعماري بشار السالم على مشاركتك معنا شكرا لك مشاهدين كانت هذه حلقتنا اليوم نلقاكم في حلقات أخرى وفي نفس الموعد كمان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة